أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن منظومة مياه الشرب والصرف الصحي آمنة تماما في مصر وأن شبكة الصرف الصحي منفصلة تماما عن شبكة مياه الشرب مشيرا إلى أن نسبة تغطية القرى في مصر من شبكات الصرف الصحي حتى عام 2014 بلغت 12% مقارنة بما تحقق اليوم من تغطية والتي تبلغ 65% وهو ما يعد إنجازا بكل المقاييس منوها بأنه مع نهاية مبادرة حياة كريمة سيكون الريف المصري بأكمله مغطا بشبكات الصرف الصحي أأكد أن الحمد لله منظومة مياه الشرب اللي موجودة في مصر الحمد لله على أعلى قدر من المأمونية والسلامة إحنا عندنا عشان حاركم تبعوا عارفين 3050 محطة مياه شرب على مستوى جمهورية النهاردة مصر نقدر نقول نسبة تخطية مياه الشرب 99% 99% يعني 99% لديهم شبكات ووصلات للمياه الشرب في منازلهم طب الباقي ده بيبقى إيه؟ معلش هنحقول مناطق متطرفة بعيدة جدا مناطق غير مخططة وعشوائية تبانت بيوت بعيدة فبيضطروا أحيانا أن هم يلجأوا أن هم يعمل زي ما بيقولوا البير أو المكنة اللي بيطلحها عشان يطلع مياه لكن 99% من جمهورية مصر العربية وصل لها شبكة مأمونة تماما من مياه الشرب